تونس تونس يد وحدة وصل صوتك سيد يوسف الشهد رئيس لجنة التلتاش في حركة ليدا تونس ضيفنا الآن أهلا وسهلا سيوسف مرحبا أهلا بك عام مبارك عام مبارك وإن شاء الله عام يكون سعيد لكل التونسيين ومبروك على تونس وإن شاء الله يكون عام الانتلاقة الفعلية لنفوتوا للعام 2015 كان عام صعيب إن شاء الله 2016 حقوا فيه عندك مؤشر أنه مشتعدة عام 2016 عام معناها انتلاقة فعلية والله من ناحية الحكومة عندي مؤشر فعلا يعني انطلقنا في العديد من الأشياء والمشاريع المعطلة اللي بشتعتي المعناية الثمارة بتاعها في 2016 ونحن ديما متفائلين والتفائل موجود ونفس الشيء بنسبة لنيدات ونحن نتفائلوا بالمؤشرات معنا نتفائلوا بالأرقام نتفائلوا بالقرارات اللي فمقرارات تعطي نتيج احنا نجب نحكي لك أنت حب على قطاع الصيد البحري نتفائلين بكثرة نجب تسل البحارة عن العديد من الأشياء اللي بش إن شاء الله نحقوهم في 2016 تسعة وعشرة جانفي بعد أربعة وخمسة يامين عقد المؤتمر التأسيسي على امتداد يومين لنيداتونس هلانوا اليوم توفقات جاهزة؟ توفقات هي يعني ما هيش حالة وحيدة في وقت معين هي مسار توفقات بدأت من اللي حطينا طريق خاري الطريق وتقدمنا قاعدين تقدموا في التوافقات بشوي بشوي الهيئة التأسيسية صادقت على خاري الطريق ثم المكتب التنفيذي وأحنا اليوم في إطار خاري الطريق قاعدين نخدموا على التوافقات هذوما التوافقات في مستوى القيادة، توفقات في مستوى الخط السياسي توفقات في مستوى الرزنامة الانتخابية، توفقات في مستوى القانون الداخلي هذا مهم جداً لأنه رأي نقطة مهمة الحزب ما عندهش قانون داخلي فليوم احنا بمش نحط الحزب على السكة بوضع قانون داخلي بوضع لجنة النظام إلى آخره وفما لجنة قاعدة تشتغل على القانون هذا وسيقع مناقشته مع المؤتمرين وإن شاء الله يخرج نيدا تونس بقانون داخلي سيوسف إحنا اليوم أربع أيام قبل انطلاق المؤتمر يعني على نهارين تسعة وعشر عمال أمور جاهز الآن يعني يتم النقاش في التفاصيل من سيكون في أي موقع وهذا النقاش يبدو هما عديد من النقاط بالنسبة للليجان إحنا حددنا يوم أربع جانبي اليوم كل الليجان اللي قامت بعمل كبير في الأسبوعين ضغط زمني كبير اليوم ترجع للتقارير متاحها منهم معناها لجنة العداد النظام الداخلي هذا معناها مهمين الخط السياسي ما ننسى وشلي العركة بين ضغطين بديد في نيدا تونس على الخط السياسي فحطينا لجنة فيها مختلفة الطيرات ممثلة فيها أعدد خط سياسي متاع الحزب وضحته أنا أقول مش أعدد اللي أخرجته من كل التأويلات وهذا سيقع عرضه في المؤتمر على كل كل الليجان تعطي الورقة متاحة النهائية اليوم على أقصى تقدير يبقى التوافقات في القياد أحنا نطلقنا فيها وفي مشاورات وإن شاء الله هذه نخلطولها ونحب نأكد أن التوافق سيبقى مطروح إلى آخر لحظة إلى الوقت الضايع بش يبقى إمكانية التوافق توافق أو انتخاب في المؤتمر التأسيسي لا أحنا مؤتمر توافقي ماشين بالتوافق هناك مؤتمرين بش يحضروا وبش ندخلوا بالتوافق المسبق إن شاء الله هذا هو الهدف في متاعنا لأنه قلنا من نجموش نعمل انتخابات في المؤتمر نظرا لقاية البيانات ونظرا للأمور اللي صايرة في الهيك لني دا تونز ما خذاش الوقت بش يرد ببيته الداخلي خريط طريق أكدت على مؤتمر أول توافقي ثم المؤتمر الانتخابي بش يكون في مرحلة ثانية بعد المؤتمر الأول مؤتمر سينعقد دون معارضة اليوم بعد انسحاب محسن مرزوق ومن معه هل هناك اليوم مساعي جدية لإعادة هؤلاء إلى التوافق اللي تحكيوا عليه وسؤالي هو ومعتى أنه نهار عشرة جانفي سيتم الأعلان عن ولادة هزب جديد منبثق ومنسلخ عن نيدة تونس شوف يوم تسعة وعشرة جانفي احنا بالنسبة لنا هناك مسار وحيد هو مسار اللي وضعته خريط طريق واللي صادقوا عليه هيكل الشرعية للحزب اللي كانوا احنا قالونا خريط طريق غيبتهم فبذلك احنا اجمعنا الهيئة التاسيسية واجمعنا المكتب التنفيذي واخذينا الدعم متاحهم وكنت نجموا تشوفوا البيانات متاحهم كل دعمة خريط طريق وفوضة الصلاحيات لعداد المؤتمر الجنة 13 وبالتالي هناك مسار واحد يوم تسعة وعشر جانفي هو المؤتمر الأول التوافقي نعم فماش مسار واحد سيوسف فماش مسار واحد فمسار اخر داخل الحزب الحزب اللي خرج من الحزب فمسار اخر يأسس في مسار اخر مع اليوم انتو ما جيتوا لي مهمة وهي رأب الصدع حكا سميتوها في وتقريب وجهة النظر والمصالحة داخل الحزب اليوم مهمتكم تعتبروها أنا نجحت بنقسام الحزب بخروج جزء من الحزب على أقل مهما اليوم ما خرج حد من الحزب اليوم فما عنا نحكيه على استقالات ثلاثة نواب استقالوا لكن اليوم ما خرج حد من الحزب محسن مرزوق ما خرج من الحزب علي شنقلك اليوم فما مسار واحد بالنسبة للنواب اللي معناها حكاوا على إمكانية استقالة في الفترات الأخيرة احنا في تواصل معهم ومعناها قاعدين قوموا بكل ما بموسعنا باش ما يصيرش الاستقالات واحنا نقولولهم ما كانتهم في الحزب وما ثماش اليوم ما كان الحزب اخر ما ثماش اليوم مساح الحزب اخر اليوم فما لتفادي هذا شنو عملته لتفادي هذا أنه يكون فما حزب آخر شوف أحنا معناها كنت فكر كي جيت بحذيك توا شهر معناها حتى حد ما كان مصادق على خليط طريق كلهم كانوا رافضين أنا نتفكر كي جيت معك بحذيك هنا يذور لي وقتا كانت رافض كلي لخليط طريق ولا تستجيب لحد شيء توا قدمنا عليش قوت لك التوافق هو مسار هو مسار ما هوش طريق معناها وردية وسهلة كل يوم هناك صعوبات وكل يوم نحاولو نتخطيه الصعوبات هذه الهيئة التاسيسية ما كانش سهل بشلمينها بأطناش عضو على أربعة عشر عمرها متلمت هكا في 2015 كانت تشتغل بسبعة أو ثمانية عضا وافقت وصادقت على خليط طريق المكتب التنفيذي كان نجاح نعتبروه نجاح لأنه أول مرة يجتمع منذ أربعة أشهر وصادق على خليط طريق ونذكر العديد من الأخوان اللي اليوم يقولوا أنه بش يستقيله التوافق إلى أقصى درجة لكن ما نجموش زادا نمشيوا بالأهواء ولا بتعكل شخص المهم العبرة بالنتاج سيوس العبرة بالنتاج النتاج اليوم عنا كلام على تسعة ثلاثة استقالوا من الكتلة ثم كنتوا تحكيوا على سبعتاش واثنين وعشرين لا لا ثلاثة استقالوا فعليا ويقولوا عضاء الثنين أو ثلاثين أنه هناك بين سبعتاش وثمنتاش ستاش خليمش يستقيلوا من هنا حدش الأسبوع القادم وانأكد لك أنه هناك كلام جدي عن أعلان تأسيس حزب جديد بقيادة المستقلين يوم الأحد عشر جنف يوم منعقاد مؤتمركم وأعلان نتائج مؤتمركم ما تعتبروش أنكم فشلتوا لجنة تتاش في مهمتكم لا لا هذي ما نعتبروش يدخل في التوافق راهو اللي عنده ما صار بشي أسس حزب التوافق لا يعني أن نتوجد مجموعة خارج التوافق النجاح في التوافق التوافق راهو مش المستحيل فما إطار عام نشتغلو فيه في التوافق اللي بشي يعمل حزب راهو مش رقد وقام وقال بش نعمل حزب اليوم الصباح اللي يعمل حزب هذي معناه يتحذر ويتعدلو فما نية وفما برامج وفما عبيد تخدم عليه اللي بشي يعمل حزب ما هوش لجنة ثلوتاش ولا أي شخص ينجم هذا حريته هذي قناعاته هذي اليوم مناخ حريات مش أنا ولا أي شخص بش يقوله بطل هذي ما صار هو حب يعملو أحنا التوافق في إطار محدد ما نجموش زادة نفرضو على العباد اللي حاب يستقيل واللي حاب يعمل حزب هذا منحقه ما نجمش أنا نفرض عليه بمعنى مش نحطه تحت غطاء التوافق كل شي معناه سيبان فورتو التوافق توافق في إطار معين واحنا حددنا خريط طريق اللي اعتبرناها موضوعية والعديد من اللي كانوا نرافضينها اليوم دخلوا فيه رأهم العديد أنا نتفكر من اللول كنشوف المسار هذي كيفش قدمنا فيه نعتبر نجحنا كنشوف التقدم تع المسار أما أنه عبيد أخرين تحب تأسس لحزب هذا معناها هذي يفوت التوافق هذي معناها برنامج ومعناها محظر ومن حقهم العبيد هذوم يحبوا يعملوا حزب ماش نشدوها معنا ماش نشدوا احنا في العبيد رو يجي أقعد لا فما إطار راهوا العملية اللي جلاجنا اللي كلفها الرئيس المؤسس ما هيش عملية تقنية متع مؤتمر تأسيسي ومؤتمر اتخابي هي عملية توفقية شاملة وضرورية معنا تطلب نكران الذات تطلب مسؤولية إذا أشخاص تحب تعمل حزب في الوضع هذي اليوم بتاع تونس معناها إذا يجاوز هم حطوا رواحهم خارج الحزب بطبيعة الحال أحنا مدينا يدينا ومازلنا مدينا يدينا للأشخاص هذوم نواب نحكي ونواب متفعلين إيجابيا حقيقة النواب بتاع 32 المعظم هم متفعلين إيجابيا ودعينهم بشي شاركوا في اللي جان والبعض منهم استجاب ومعناها قاعدين العديد منهم أنا باتصال معهم بقاها تقولي أنه محسن مرزوق يعمل حزب هذي معناها أنا كالجن 13 منيش مسؤول بين ظفرين على هذي يحب يعمل حزب هذي حرية تحزب موجودة ويعمل حزب كما يعني هذي يفوت إطار التوافق بصراحة عاملين مجهود اليوم لاتصال بي فما تصالت مع محسن مرزوق بتواصلة؟ مع محسن مرزوق يعني محسن مرزوق في بيليموش في تونس يروح معناها في القضون الأسبوع هذي يبقى المجال مفتوح مع محسن مرزوق حتى في الخارج يمكن اتصال بيهم يعني أحنا لجنة توافق قال إحنا كعلمين على اتصال بيهم أحنا نشوف أحنا عددنا خريط طريق وكنا في اتصال مستمرة مع محسن مرزوق وأنا نقول محسن مرزوق مؤسس من مؤسسي الحزب ما كانت موجودة في الحزب إذا يحب معناها يدخل في الإطار هذا ما فما حتى شك واختلاف أنه ما كانتوا موجودة في الحزب هذي ومش أنا بش نقصيه ما هوش هدف لجنة توافقات أحنا نحبوا ندخله كله خيال لكن في إطار محدد أعطينا الإطار العام يا أخيال تفضلوا ادخلوا فيه من اللول كانوا رفضينه العديد والعديد اليوم احنا مشينا في الجهات وشفنا وهناك يعني معناها تفاعل إيجابي في الجهات مع خريط الطريق من اللول كان فعلا عملنا في الشر ذي قمنا بالعديد بالإقناع فسرناه لهم راهو ما غيبناهاش وادعيناه للاجتماع قالونا راهو قيمة المؤتمرين كيفاش بيش تعدوها تفكر سيفاوز اللومي لأسبوع اللي فات كان عنده تحفظات علاقة اتصلنا به وفسرناه لكيفاش راهو بيش تصير بطريقة علمية صحيحة ما تقصي حد إلى آخره هذا هو التوافق ما صار ما صار يمشي بشوية بشوية كل يوم هناك صعوبات وما زالت صعوبات والتوافق يبقى قائم إلى آخر لحظة وإلى آخر دقيقة حتى نحاولوا رأب التصدع نهائيا ما يأثرش عليكم أعلان حزب آخر بقيادة محسن مرزوق يوم عشرة جانفي في نفس التاريخ لا ما يأثرش علينا على المسارم تعنا ما يأثرش علينا على صورة الحزب لا كما قلت لك احنا كنا نتمنى وأنه يكون محسن مرزوق في الصورة بطبيعة الحال أما إذا هو خير أنه يعمل حزب يعني كما قلت لك راهوذية تعمل حزب ما إيش عملية بسيطة ندا تونس وقت لرئيس المؤسس معناها قرر بش يعمل حزب هذائيا صاروا بيان في من الأول وثم إنشاء الحزب وحركة واتصالات يعني عملية مدروسة مش هكاكة عملية اعتباطية بش تعمل حزب عدالي إذا هو يحب يعمل حزب ما إيش أنا بش نشده ولا لجنة 13 مش مهمة الاستقالات العدد اللي قاعد نحكي وعلي الاستقالات هو عدد مبالغ فيه لا العدد هذائي نفس الشي الاستقالات احنا وفرنا الإطار وعطينا الضمانات لكل الندائيين النواب متع 32 وأيضا نواب الأخرين متعلى 54 زادة ثم نواب من ضبطة ومعناها كيف كيف منحقهم يشاركوا وعطيناهم الإطار العام قلنا لهم يجيهم نصهروا فيه ودخلوا فيه ودخلوا العديد فمخيين حضروا في المكتب التنفيذي وأنا باتصال مع أخوة أخرين وعبروا على آراء وماذا هو الاختلاف لكن الاختلاف يبقى وطر الشرعية متع الحزب في المكتب التنفيذي مش في الشارع ولا في البلاتويت اللي عندوا اختلاف ونحييهم نواب اللي حضروا في المكتب التنفيذي اللي هما كانوا معارضين خاري الطريق لكن جاءوا وعبروا على رأيهم بكل أريحية وهذه هي الحزاب الاختلاف يعني فضيلة ما هوش مشكل أنه يكون هناك اختلاف فبالتالي احنا اليوم كل ماهو قابل هذا يبقى الإطار مطروح والعملية مزالت متواصلة وتفوت حتى 19 جامبي اليوم اللي غضبين اليوم النجمه مايش عملية ترضيات رأيه مايش الرضيه في زيد ولا عمر فما إطار فما بليت فما حزب حاكم يزمو يرجع لسيلة في العمل فما ترضية لا مايش نخدمو بمنطقة ترضية احنا نخدمو كان جينا نخدمو بمنطقة ترضية رأنا عايتنا لاثنين والثلاثين وقترحنا اليوم ترضيات عمرو ما كان هك هما قالوا خريط طريق متاعكم هي مخرجات اجتميع جربة غير صحيح غير صحيح هذي سوء فهم يا الجربة يا الخريط طريق متاعنا جربة وضعت مؤتمر تأسيسي انتخابي احنا قلنا المؤتمر الأول هو التوافقي فما فرق كبير وجربة معناها اللخيين والثلاثين عندهم مشكلة في الهيكل احنا قلنا مثلا ماشي اليوم ماشيين بالتوافق وبالتالي هذا اختلاف تام هذه الأولى ثانيا جربة ما ترحتش مؤتمر انتخابي في واحد ثلاثين جويلة احنا وضعناها في خريط طريق سيوسف شايد نحب نسأل كيفاش بتعاملوه التوافق باي شكل توافق معناها كيفما قلت الكرام حول القيادة حول القيادة كيفاش توافق حول القيادة احنا اضبطنا مقيس فما مقيس احنا اقول لك المقيس انا مانيش نخدموا بالاشخاص احنا نخدموا بالمقيس اولا نيدا تونس فيه مؤسسين يجزم اعتبار ينجم يكون المؤسسين يكون عندهم كلمة ثانيا هناك طيارات معناها اختلف اختفت الطيارات هذه واحنا ندعيه اللي معاش يكون فما معناها الطيارات ثم نيدا تونس لكن ثم عباد عندها وزن تمثل بالنسبة للطبقات معينة بالنسبة للجهات معينة تمثل معناها عندها وزن سياسي فبالتالي يجب الاعتبار فما وجوه جديد فما الشباب نجمو نقحموهم في العملية هذية باش نعطيوه معناها اللي نيدا تونس بيرهم تيوس في الشهد لا لا ليس بضرورة انا طرحت انو معناها الرجل 13 ما يترشح منها حد لانو ما نجموش مش في ترشح حتى حد انا طرحت هذية لكن ما نقول لك بصراحة معناها ما صارش اجميع حول هذية عليش لان اولا في فترة انتقالية ثانيا احنا نحكيوه عالتوافق اذا التوافق يجيبوا واحد من لجنة 13 يكمل بيها كالتوافق ما نيش بش نراه ومانع لانيش بش ترشح كمبدأ انا ما نيش من ترشح لكن هاني يقول لك معناها اكد لك انا ما نيش من ترشح ولكن انا من لول اذا طرحتوا على لجنة 13 وتنجم تشوفوا معهم كله قلت لهم معناها احنا ما نترشحوش كلجنة 13 لكن فترة انتقالية دار النقاش وافضينا انه ما نجموش نفرض وذيه نفس الشي نعطيك حاجة اخرى معناها الكوميول معناها الوزراء والهيئة التنفيذية وهذا سويلي على هذا معناها هل انه معناها الجمع بين المسئولية الحزبية والحكومية او في الرئاسة مسئولين في الرئاسة اليوم بش يكونوا موجودين في القيادة نجمو يكونوا موجودين في القيادة شوف هو الجمع مبدئيا نجمو يقولوا مرفوض مبدئيا لكن كنشوفوا معناها احنا في فترة انتقالية نيدا تونس حاشتوا اليوم كحزب حاكم بش يرمم ويبني يروحوا كل الكفاءات مطلوبة في نيدا تونس نحبوش نعملوا بالوظيفة اليوم فما عبادة عندها اشعاع تنجم بتاعت الاضافة لنيدا تونس فما عبادة عندها اشعاع في الحكومة تنجم بتاعت الاضافة لنيدا تونس اليوم المبادئ هذوم كما قلت لك احنا في حالة استثنائية ثرف استثنائي فما ناشي حاطين هالمبادئ هذوم كمبادئ حاطين دي كريتير اللي هما الصورة يزم تقعد نيدا تونس الكفاءة عبادة تعرف تحكي في الاقتصاد في الامور الاجتماعية في الارهاب عبادة مش تقود الحزب وعملية صعبة ميش سهلة مش اي واحد ينجم يقود الحزب فما عبادة خدمة الحزب دي فما عبادة عندها كفاءة فنحبوها دي تكون في الصورة وهي اللي تأمن البناء اللي بش نتلقي جديد نتعني دي تونس هل انو ترشح لموقع القيادة انتم ترشحوا ولا رغبين يقدموا ترشحاتها يعني اليوم نحكي وعلى ستة امناء عامين معناه لا هو هذا الاطار هذا الاطار هو التوافق التوافق اليوم احنا نعرفه معناها كما قلت لك عنا جملة من المقاييس معناها كنقولو معناها الاشعاع ولا البوبولاريت ولا حاجة هكا معناها هذا واضح كنقولو وجوه شبابية جديدة ندعموا بها الحزب ونتعموا بها معناها معناها ندخلو في خانة معينة كنقولو عبادة عندهم مثال فوكاسيون معناها اقتصادية يحكيو في الامور اقتصادية وعندهم معرفة هذا ما معناها يحدد نوعية من الأشخاص كيفاش بش يصير هذا ما فعليا معناها اليوم التواجد في المكتب في المكتب الأمانة العامة كمش بش يصير شي يصير نهارة المؤتمر احنا بش نمشيو بش نخطلو بقائمة فيها روانح نحن حديني واحد وعشرين شخص ينجم يكون أكثر منهم لا منهم عبيت معناها رذاب الحاج تعبي الأشياء ذا الأشخاص كما قلت لك احنا وضعنا في الواحد وعشرين رذاب الحاج نيجي جلول سعيد العادي أنا نشوف برشا في الأعلام نشوف برشا معناها تخمينات نسأل فيك لا لا أنا نقول لك ممكن لا نتخلش في التخمينات القائمة فيها واحد وعشرين القائمة لم تحدد إلى الآن أنا نحكي معك القائمة لم تحدد والقائمة معتبرة فانت لا 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 بصراحة القائمة لم تحدد كان جاء تحدد رانيانا خرقانا مذبية تتحدد في أسرع وقت ممكن لكن هذا هو التواجد شكوم بش يحدد القائمة لجنة 13 انتو ممش تحددون لجنة 13 لجنة 14 مازلوا عننا 4 أيام براتيك ما تعرفوهم الأسمية شكونهم يعني أنتو كي ما تقول لي معناها كي تسميلي أنا أعطيتك مقاييس معناها ثم العديد من الأشخاص نراهم في تنتبق على عديد الأشخاص لا وما تنتبقش على أشخاص أخرين فبالتالي معناها كي ما نقوله مثال نحبه مثال نحترمه تمثيلية المرأة إذا تونس وطوله مليون مرأة مهم أن نحترمه تمثيلية المرأة فهذا معناها مقياس من المقاييس كي تحطهم المقاييس لكل جملة وتفصيلا مع بعضهم ينجموا يخرجوا مرأة ليش عملية سهلة مرأة ليش قاعدنا نبصت فيها عملية صعبة وعملية تطلب التوافق تطلب تنازلات وأنه كان ذات من عنده خيان كل وهذا اللي نسعاه عليه لين شوف التوافق هذا رأوا مش كيمة حتى التوافقات الأخرين ممستهلين خط سياسي معناها أعمال اللجنة اللي خدمت على الخط سياسي كان فيها نقاش حاد وجدل إلى خير لين خرجوا بوثيقة توافقية تفقوا عليها لحد وضع التأويلات حول الخط سياسي نفس الشي في القيادة أحنا معناها هذه المهمة بتاعنا ماشيين في المهمة هذه وبلا اتصال بعد الحال مش وحدنا مش بش نسك تقايم احنا على المؤتمر الجهات بش نحاول نشركوها المكتب التنفيذي الإطارات هل أقنعتم ناجي جلول الوزير الأكثر إشعاعا بين قيادة الحزب والوزراء أن يكون في مركز قيادي في نيدة تونس مازلنا ما تصلناش به بوضوح نجاوب فيك مازلنا ما تصلناش به احنا اليوم قلت لك نحطه في المقاييس العملية فعلا معناها بش تمشي بسرعة إن شاء الله في الأربع يام هذوما لكن هو كتشوف العملية الكل اللي احنا شخذين احنا الرئيس كله في اللجنة يوم 29 نوفمبر احنا اليوم معناها مؤتمر في الضغط الزمني هذا معناها ضغط زمني في الهيئة السياة والمك التنفيذي والليجان والتوافقات والعداد المادي واللوجيستي المؤتمر وما هو سهل المؤتمر فيه تقريب 1500 شخص معناها بش يحضروا معناها عملية لوجيستين صعيبة هذا الكله قاعد يصير فيه أوقات قياسية بتضافر جهود الجميع اللي يخدموا كانت تمشي للمقر اليوم تشوفوا اليوم كيف تشوفوا شهر التالي يعني خلية نحل ولات ولا عادة الحياة اللي نيدا تونس وهذه هي تبدأ الإعادة من هنا شوية بشوية ترجع الروح في الحزب الحاكم لن تكون في القيادة يوسف الشيط تتكون في الحكومة لا هذي مش أنا نقرر هذي مش أنا نقرر فما رئيس الحكومة هو اللي يقرر مانيش أنا نقرر الحكاية ذي تركيبة الحكومة الجديدة والحكومة المهيكلة مؤجلة إلى ما بعد المؤتمر نفس الشيء هذا يتوجه رئيس الحكومة هو اللي عارف يجيب على الموضوع هذي أحنا أنا وقلي حتينا تاريخ تسعة وعشرة جنفي معناها ليه مؤالينا قالونا التاريخ قريب يسر فما بالك لو أجلناها أكثر يعني الحكومة معطلة إلى أن يجري أنا نعتقد ليه معناها معناها هذي رئيس الحكومة هو اللي مكلف بالموضوع هذي نعتقد أنه نحنا نيدا تونس مشي المسار انطلق القطار والقطار بش يعطي انطلقة جديدة للحزب الحاكم اللي بش تدعم الحكومة في كل الحالات ومعنا نعتقد سيوسف الشهد بمن يتصل رئيس الحكومة في نيدا تونس لتشكيل حكومته نيدا تونس يعني إلى اليوم نيدا تونس أنا نأكد على خريط طريق مازال الرئيس موجود المكتب تنفيذي اجتمع الهيئة التاسية اجتمعت أحنا اللي طرحناه مقترح التسوية النيدائية ينطلق يوم تسعة وعشرة جنفي في الأثناء قمنا بالتوافقات ونقوموا بها لكن اليوم الحزب الهيئة اللي قديم تحنا رجعناهم كانت تفكر المرالولة هنا ليه معلنا تحييد وتغييب الهيئة تي احنا جمعنا المكتب التنفيذي يوم سبعة وعشرين ديسمبر اللي ما اجتمعش من اليوم اثنين وعشرين قوت ولمونا الهيئة التاسيسية عمرها ما اجتمعت في الفين وخمستاش بأثناش نعرضه على أربعتاش أول مرة فبالتالي احنا اللي رجعنا الهيئة الهيئة هذية للعمل فبالتالي موجود الهيئة الى الآن معناها كانت في وضع معاد تعطيل تام كانت اجتمع في أول جانفي ثم بعد وقت تخلات على مهامها ولات مكتب سياسي اجتمع مش لهيئة التاسية ما خدمتش بالطريقة الايجابية اللي تنجم تحلم الشيك البلاد وتعاون وتدفع الحكومة وتفسر ذلك رئيس الحزب هو اللي اليوم قاعد يحكي صلوحيات فما تفويض اداري ومالي ايضا للمدام سلمة اللومي القيق اللي هي معناها مكلفة بالأمور هذية احنا اليوم تسعة وعشرة جانفي نسلم الأمانة بحول الله تسعة وعشرة جانفي يقع انتخاب قيادة جديدة هيئة تنفيذية جديدة هي اللي بشتير الحزب واحنا ماذا بينا نسلم الأمانة هذي في أقرب الأجال ونحطوه على السكة بوضع نظام داخلي جديد ما كانش هناك فايصل واضح اللي هو نظام وقانون داخلي هذي مهم جدا بشيكون عنه نظام داخلي وهذي هو اللي بشي نظم عمل الحزب سيكون حزب دون رئيس بعد عشرة جافية سيكون حزب فيه أمانة عامة بستة ستة أشخاص تنجم تكون أكثر وتنجم تكون أقل احنا عتيناه كان التوافق يطرح سبعة ولا يطرح خمسة كان التوافق يطرح رئيس لا احنا التوافق بشي يطرح رئيس احنا تقريب اليوم قلنا في تشخيصنا للمشكلة قلنا هو أزمة قيادة احنا كان جاءت العملية برئيس وأمين عام نجحت بخروج محسن مرزوق وجماعاته ما عاش فهم مشكلة في القيادة مش المشكلة في الشخص وبيدوا بمحسن مرزوق اذكرها قال يعني يلزم يكون الرئيس والأمين عام منتخبين واحنا دايما من فيناش دور رئيس في حزب لكن فينا انه في الفترة هذية قلنا فترة انتقالية تكون قيادة جامعية في المؤتمر الانتخابي يطرح رئيس منتخب وأمين عام منتخب ويرجع الحزب بالطريقة هذيك لكن اليوم احنا جينا من تشخيص مش نرجعوا معناها النفس للوضعية تعتبروا رحكم نجحتوا في مهمتكم احنا نعتبروا نحنا نجحنا في يوم تسعة وعشر جنوبي ينجح المؤتمر ويحط الحزب من التحديات ماذا بينا الحزب يخرج من مشاكله الداخلية ويمشي في مشاكل البلاد ويتلاي في مشاكل البلاد مشاكله الداخلية تعنيه هو ومشاكل الأشخاص ما تعني حد إلا الحزب هذي فيزم نجاوزوا الفترة هذي في أقرب الأجيال ونمشيوا للتوانسة للناخبين متاعنا وبالمناسبة هو بشيكون اسمه مؤتمر الوفاء لأنه نحب نأكده على الوفاء لمناظلين العبادة اللي انتخبتنا لهايكلنا للمشروع اللي يجينا من أجله هذا عليش يجب الحزب يرجع على السكة ويبني من جديد في انطلاقة جديدة شكرا لك سيد يوسف الشاهد رئيس لجنة الله تلتاش في حركة نيدة تونس بارك الله فيك شكرا